في منطقة متجمدة بعيدة جداً في المحيط المتجمد الشمالي تحت طبقات الجليد القاسية اللي بتغطي السطح في عالم خفي لحد كبير عن عينينا سنت 2022 فريق من الباحثين من معهد البخوث القطبية انطلقوا في مهماً جريئة لاستكشاف أعماق المحيط دي ودبأ يادة دكتورة إنجريد سينسون الفريق كان مكون من علماء أحياء بحرية جيولوجيين وخبراء في الجليد وهدفهم كان إنهم يشوفوا النظام البيئي اللي تحت الجليد ويكتشفوا لو فيه كائنات جديدة أو تكوينات جيولوجية غريبة البداية كانت بحفرهم في الجليد السميك عشان ينزلوا الغواصة اللي مصمم مخصوص للتعامل مع درجات الحرارة المتجمدة وضغط المياه العالي ومع نزول الغواصة في الأعماق الفريق كان مترقب بشدة عشان يشوفوا هيكتشفوا إيه كل ما كانوا بينزلوا أكتر الدوء كان بيختفي تدريجياً ومكانش فاضل غير أضواء الغواصة اللي بتنور المياه المزلمة حواليهم وهنا كانت المفاجأة الأولى لما الفريق لاحزوا مجموعة مذهلة من الكائنات الحية قناديل بحر شفافة سمك غريب الشكل ولفقاريات بتشع بدوء داخلي كل ده كان مذهل بالنسبة لهم وبعد عدة ساعات من الغطس السنار بتاعهم أشار لوجود هيكل ضخم في قاع المحيط شكل ده زي نظام كهف تحت المياه مدخله كان مختفي جزئياً تحت الجليد من هنا دكتورة سينسون قررت إنها توجه الغواصة ناحية الكهف جدران الكهف كانت مغطاة بتحالب مضيئة بتدي توهج غريب كده وكأن المكان من عالم تاني وهنا الفريق بدأ يشوف تكوينات صخرية وهوابط زي خناجر مجمدة نازلة من سقف الكهف بعد شوية وهم متعمقين أكتر في الكهف بدأوا يلاحظوا ضوء نابض بشكل غريب جاي من الأعماق فجأة أجهزة الغواصة بدأت تعطل الأضواء كانت بتتقطع والاتصال مع السطح بقى مش مستقر بس برغم كده دكتورة سينسون كانت مصممة إنها تكمل وتعرف إيه مصدر الضوء الغريب ده في النهاية ظهر قدامهم كائن ضخم مضيء في قاع الكهف الكائن ده كان شكله زي شقائق النعمان البحرية العملاقة بأزرع بتتحرك زي الثرية كده ومليانة أضواء ملونة بتنور بإيقاع غريب الفريق كان مبهور بالكائن ده وبدأوا في تسجيل كل حاجة لكن فجأة الأزرع بتاعت الكائن بدأت تبعت نبضات كهرومغناطيسية والنبضات دي أثرت على أجهزة الغواصة وبدأت الطاقة تختفي للحزات دكتورة سينسون أدركت إن النبضات دي ممكن تكون وسيلة دفاعية من الكائن فقررت إنها تراجع بالغواصة قبل ما يحصل أي خطر بمجرد ما بدأوا يرجعوا التداخل الكهرومغناطيسي قل وأجهزة الغواصة رجعت تستقر بعد ما رجعوا للسطح الفريق قاعد يحلل البيانات اللي جمعوها واكتشفوا إنهم لقوا نوع جديد من الكائنات اللي سموه أكتكا لومينوسا وكمان اكتشفوا قدرته الفريدة على توليد نبضات كهرومغناطيسية المهمة دي مش بس كشفت عن نوع جديد من الكائنات لكنها كمان أبرزت التنوع البيولوجي المذهل اللي بيعيش في أعماق المحيط المتجمد الشمالي المكان اللي يعتبر من أكتر الأماكن غير المضيافة على الأرض